في سبيل استكمال مسارها النضالي وضماناً لعودتها بشكل أقوى وفتح لأفاق حقوقية جديدة النشطة الصحراوية سلطانة خياة تقارر الصفر في رحلة علاج إلى جزر الكنار الإسبانية بعد طول معاناة مع المرض جراء الاعتداءات السافرة والإقامة الجبرية التي فرضتها الرباط عليها مضازد من سنة بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية نزول سلطانة في مطار لاسبالماس كان بحضور جماهيري كبير فقد أبى مناصر وداعم القضية الصحراوية إلا استقبالها بحفاوة كبيرة بعثين بذلك رسالة واضحة المعالي من النظام المغربي مفادوى ستنتصر الحريات ولو بعد حين وأن دفاع الشعب الصحراوي عن أرضه لا تنازل عنها سلطانة خياة ما فتئة استقطب دعماً لنضالها وتحظى بزخم متزايد احترام لشخصها ونصرة لقضيتها فقد تخطى الأمر الاهتمام الإقليمي ولقيت تعاطفاً عالمياً على غرار الحقوقية الأمريكية روذ ماكاندو التي أبت إلا أن تضرب عن الطعام مطلع ماي الماضي دعماً للناشطة الحقوقية الصحراوية وعلى أمل أن توصل صوتها إلى أبعد الحدود السادس عشر من مارس الفين واثنين وعشرين تاريخ هو الآخر سيبقى خالداً في سجل سلطانة خياة نظالية والقضية الصحراوية بشكل عام فبعد أزيد من سنة من محاصرتها داخل بيتها بمدينة بوجدور المحتلة سنكون على موعد مع كسره من طرف وفد أمريكي ذماروذ ماكاندو السالي في ذكرها وقال حينها المركز الحقوقي الأمريكي لأول مرة وبعد مرور أزيد من سنة على الحصار المفروض على عائلة المناظلة الصحراوية السلطانة خياة تمكن أربعة ممثلين لمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان من الولايات المتحدة الأمريكية من الاطلاع على واقع الحصار غير القانوني على عائلة أهل خياة ودخلوا منزلها منظمة العفو الدولية هي الأخرى دخلت على الخط بشكل مباشر معلنة بتاريخ الثانية عشر من أفريل الفين واثنين وعشرين عن إطلاق حملة لجمع التوقعات من أجل توجيه رسالة إلى النظام المغربي بشأن الانتهاكات التي تتعرض لها المناظلة الصحراوية السلطانة خياة لاستمر بذلك تسجيل حضور القضية الصحراوية في المحافل الحقوقية الدولية تمهيداً لإقرار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق ما تنص عليه اللوائح الأممية